أنا معي أربع دقيقة. سرح في الأربع دقيقة دول تتكلم على مران عطية. طيب كنت هتكلم على صلاح. حتى تيتو المخرج بيقول لي منين اللاربع عطية؟ طيب خلي محمود يتكلم على صلاح. طيب خلي محمود يتكلم على صلاح. وانا تكلم على صلاح. صلاح هو معلم المنتخب. هو حلال العقد للمنتخب. معانا بعض القطاع توريك ليه صلاح هو حلال العقد للمنتخب. منتخب في أول الماتش كان بيقابل مشكلة كبيرة جداً لما نيجي نستعرضها بالحالات. هتلاقي إن مصر كان دايماً أثناء التعديل بالكرة اللي عليه الدائرة ده كان تريزيجيه. كان دايماً تريزيجيه هو اللي بيحاول ينزي اللاعب منتخب مصر مع مران عطية ومع رامي ربيعة ومع حمدي فتحي. عاوز أوريك الشكل أو ميديم بلوك اللي كان عامله كاب فيردي اللي كان في بعض الأوقات. لحظة بس صقف هنا بيتحول إلى لو بلوك. نرجع بس الكرة اللي قبلها بص هنا تريزيجيه لما اخد الكرة الفريم اللي قبلها عطول. بص لما تريزيجيه خد الكرة بص الشكل كاب فيردي مقفلين كل زوايا الباص على منتخب مصر. ماشي. فهيلعب تريزيجيه الباص لمحمد حمدي نكمل الصور روحي منتكلم فمحمد حمدي مش عافي يعمل حاجة هيقوم راجع تاني لورا. القصة دي فضل الدائرة يا كريم تقريباً فترة كبيرة جداً لحد محمد صاحب. بص برضو اه منتخب مصر يحاولين اللعب الناحية التانية فاول ما تيجي رامي رابيعة رامي رابيعة يحاول يطلع عند محمد هاني اول ما جاء عند محمد هاني شوف الفريم اللي بعده نفس الكلام وقفة مقفولة بشكل كبير جداً لغاية لما المعلم قرر ينزل يلعب منتخب مصر. فكرني والله عزيب يمسي في مرشلونا لما كان فيه مرشلونا لما دريد مرشلوش هفيعمل يطلع بالكرة خالص. نزل ميسي تكرم نزل نص الملعب وتصرف هو قدي محمد صلاح هياخد كرة محمد صلاح ما حدش هيفكر ويدغط عليه عاوز اواريك الفيجن بتاعته محمد صلاح هياخد الكرة ويلف. بص بصة واحدة هيلاقي زيزو هيوم عامل الباص الاول اللونج بول اللي هيعملها وكانت قريبة جداً ان زيزو يجيبها ولكن الراجل لمسها في اخر حتة وراحت لحارس المرمى. الكرة اللي بعدها على طول نفس الكلام قدي محمد صلاح بص بقى كريم تسمع عن حاجة اسمها بروغريسيف باص الباص اللي بيكسر الخطوط. بص محمد صلاح لعب باص ضرب بيه كم لعيب وضرب بيه كم خط بص الباص اللي لعبه في ريم اللي بعده ضرب بيه خمس لعيب أو مين اللي هيستلم عمر مارموش بس الكرة طولت منه شوية ورجع التاني لهاجمة التبني من الاول. الصورة اللي بعدها برضو او الحالة اللي بعدها على طول نفس الكلام برضو هتلاقي ان محمد صلاح دايما وجوده في العمق هو اللي بيحل المنتخب مصر. هنا نفس الكلام هيلعب الرامي ربيع على الباص لمحمد صلاح بص يا كريم مين اللي بيجري هنا تحت عندنا ده زيزو بص بوش رجله الخارجي هيطع بيه كل المسافة دي ويلعب واحدة لزيزو بوش رجله الخارجي. ولكن الكرة برضو تتطرف حالتين كمان بالزبط عشان في الوقت دايق معنا جدا كرة اللي بعدها برضو نفس الكلام هتلاقي محمد صلاح هنا مين بقى مين في العمق يا كريم محمد صلاح. هالكرة تتلقب لمحمد هاني. اول ما الباص هتلاقي مترسجي للمحمد هاني. دايما حلو الاول محمد صلاح ان يباصي. عشان الناس بتكلم محمد صلاح يا هاني. اول ما محمد هاني اللي عابله الباص بص صلاح دي هتلاقي انه مفدو عاوز يشوت. من برضو الحال الاولان ان هو يلعب في العنق لمصطفى محمد. وبالمناسبة كريم الكورة دي اللي جي منها الكورنر اللي جي منه الهدف الاول لمنتخب مصر ممكن نكتفي بالحاجات دي عشان فيها عجرة طبع من كده عشان نقول قد ايه محمد صلاح مهم جدا مع منتخب مصر ولن اسمح لأي حد يقول محمد صلاح اي حد بيقطع في محمد صلاح ما ينفعش يقطع محمد صلاح مع منتخب مصر مضوع مختلف تماما